مقربة من عائلة بطمة تكشف حقيقة تعرض دنيا بطمة لوعكة صحية وإضرابها عن الطعام داخل السجن ولكن إذا كنت مسلما وتأمل في أن يتم إثبات براءة دنيا بطمة في أسرع وقت ممكن والعودة إلى حضن عائلتها فاضغط إعجاب للفيديو وصلي على نبينا الكريم تعتبر دنيا بطمة واحدة من النجمات المغربيات البارزات لكنها واجهت مؤخرا جدلا واسعا بسبب الشائعات التي تحيط بها بالرغم من تواجدها وراء القطبان تم تداول أخبار عن دخولها في إضراب عن الطعام وتأثرها بحالة هستيرية وأشارت مصادرا مقربة من عائلة دنيا بطمة على عدم صحة الأخبار التي تم تداولها بشكل مضلل حول امتناعها عن تناول الطعام في السجن ودخولها في حالة هستيرية من البكاء وتؤكد أن حالتها الصحية تظل جيدة ولا تستدعي للقلق الأقاويل التي انتشرت غرضها التشويش على محب دنيا بطمة التي تحظى بشعبية كبيرة خاصة في ظل الظروف القاسية التي تمر بها الفنانة في هذه الفترة يؤكد المصدر أن بطمة تتمتع بصحة جيدة وتواجه حالة الحزن بإيمان قوي وثقة في العدالة الإلهية المصدر المقرب يعبر عن استيائه من ترويج الشائعات حول حالة دنيا بطمة ويدعو جمهورها إلى عدم التسرع في الإنسياق وراء الأخبار الزائفة داعياً إلى ضرورة التحقق من صحة المعلومات ويضيف المصدر أن دنيا بطمة تشعر بالسعادة بسبب الدعم الكبير الذي تلقته من جمهورها وتحث على متابعة هذا الدعم لأن حب الجمهور يشكل مصدراً قوياً في هذه الظروف الصعبة وأكدت المصادر ذاتها أن دنيا بطمة تنتظر ما ستأول إليه قضيتها بعد تقديم هيئة دفاعها بشكل رسمي لطلب العفو الملكي ويعكس آمال الجميع في قبول الطلب وتبرئتها من التهمة المنسوبة إليها